السلماندر المتجدد كنفذ البحر أو سمكة المشي هذا الحيوان الصغير المكسيك الموتن الذي يعيش كل حياته في الماء وليس بسمكة له وجه غريب مع نطوء به شعر خلف رأسه يمثل خياشيم ويبقى معظم الوقت في حالة الياركات من دون التحول إلى شكله البالغ مع أن ذلك لا يمنعه من التقاصر الحبار الضخم هو حبار في أعماق البحار يحتل بعضا من أبرد وأظلم أجزاء المحيط الجنوبي ويعد أسكر حبار تم اكتشافه على الإطلاق الليمور الطائر هو حيوان سدي يسكن الأشجار ويوجد في جنوب شركة أسيا على الرغم من أنه يعرف باسم الليمور الطائر إلا أنه ليس في الواقع من فصيلة الليمور كما أنه لا يستطيع طيران دودة البوبت هي دودة زات شعر خشين يمكن أن يصل طولها إلى ثلاثة أمتار وتحب حفر الجحور في قاع المحيط لها قدرة مميزة على اكتشاف الفريسة ثم ضربها وسحبها إلى جحرها الكرش الكزم ظهر في اليابان عام 1898 يعيش في المياه العميقة ويبلغ طوله من 2 إلى 6 متر وبسبب شكله يعرف باسم الكرش العفريت البارميليا هي سمكة صغيرة تعيش في أعماق البحار ولها رأس شفيف على شكل كبة يحتوي على عيون خضراء متوهجة ومن خلال الكبة الشفافة يمكن رؤية أعينهم وأدمغتهم وأعصابهم يمكن العصور عليه في جاتس الغربية في الهند وهو حيوان نادر لأنه يوجد على الأرض منذ 100 مليون عام تقريبا وهو يتكيف مع الكهوف ويأكل التحالب السمك الوردي الذي يحمل أيدي تستخدم هذه الأسماك التي يبلغ طولها 10 سنتيمترات زعانفها بدلا من السباحة للمشي على قاع المحيط تم العصور على أربع عينات فقط من هذه السمكة دلفين إيرا وادي الغريب أن زيت دلفين من الزكاء لدرجة أنها تعقد صفقات مع الصيادين المحليين في تلك المناطق فعند إشارتهم تدفع هذه الدلفين الأسماك للشباك إلى الصيادين وتحصل في المقابل على بعض منها حيوان الأي أي هو كائل ليلي بامتياز له أسنان تشبه الكوارد تنمو بشكل دائم وأصبح أوسط خاص طويل ورقيق مميز يجعله الأقدر بتصدر قائمة الحيوانات الأغرب بالعالم الأسماك التي تلتهم الخشب تم رصول على هذا النوع الماء المعروف بإسم بانكو في الأمازون في عام 2006 ويتغزى على الشجر الذي يسقط في نهر سان تآن في بيرو وتستخدم الأسنان في خدش المادة العضوية من سطح هذا الخشب ولا يستطيع هضم الخشب ولكن يهضم المادة العضوية المرتبطة به فقط الكرد زلان في المسطح ويعتبر هذا الكرد من أكبر أنواع الكروت في العالم حيث يبلغ طوله 55 سنتيمتر وتعيش في شمال شرق مينمار حيث تم العصور عليه ويعتبر من الأنواع المهددة بالإنقراض بسبب فقدان بيئتها شار مادورش لوشهاي هذا النوع الذي يبلغ طوله 6 سنتيمترات ليس له عيون وله كرة داخل جسمه تكتشف الضوء أو الزلال وهو نوع من الرخويات أكله اللحوم ويأكل الإسفينج بشكل رئيسي الخفاش الشيطاني أمبو بالأنف وهو نوع واحد فقط من حوالي 200 نوع تم العصور عليه في عام 2009 في غنية الجديدة والخفاش الشيطاني سمي كذلك لألوانه الشيطانية وهو نوع خجول ومع ذلك فإن هذا الانطباع الشائع هو أسطورة فيه في الواقع تبدو مثل أي سمكة أخرى في بيئتها المعتادة وكار الأصلع هو كرد صغير يطبع فصيلة السعديين يوجد في حود الأميزون له رأس ووجه خليان من الشعر ويميزه وجه الأحمر وزيله القصير دبور الديمنتور هو نوع من الدبابير موطنه الأصلي تايلندا ويتغذى على السراصير عن طريق حقن السم فرقسهم مما يحاولهم إلى زومبي يدخلوا إلى عش الدبابير ترجمة نانسي قنقر